ضيف ملفنا الرابع من القاهرة وهو دكتور طارق فاهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أهلا بحضركم معنا دكتور طارق أنتوني بلينكين له تقريبا ثلاثة أسابيع ربما شهر يعني تقريبا وهو يقول اقتربنا كثيرا من أسيغة نهائية للاتفاق والاتفاق ثمانية عشر بندا وتم الاتفاق على خمسة عشر وتبقى ثلاثة بنود فقط صحيح يعني ما ذكر الوزير هو بطبيعة الحال كلام مكرر وكلام معاد في عادة سياقة البنود وتأكيد على طبيعة ما تكون به الولايات المتحدة ربما كان هناك تفاؤل أمريكي مما يجري لكن بطبيعة الحال لا توجد نتائج مباشرة في هذا الإطار يعني الزيارة جزء مهم للغاية جزء مرتبط بمصر وجزء به العلاقات الصنائية أكثر منه الحديث عن تفاصيل متعلقة بموضوع غزة لأنه موضوع غزة ليست فيه تفاصيل كثيرة وهو تكرار لما سبق أن ترح الحديث عن تطوير منظومة العلاقات المصرية الأمريكية والتأكيد على الشراكة المصرية وبطبيعة الحال الحديث عن مجالات صنائية مجالة الإستثمارات الإستثمارات في التعليم في ريادة الأعمال في مجالات عديدة منظومة كاملة العلاقات المصرية الأمريكية غزة ربما جاءت في سياق ما يقرره الجانب الأمريكي دون أن يكون هناك نتائج إيجابية ورجل تحدث بطبيعة الحالة على البنود محل اختلاف وكأن المفاوضات مستمرة لا توجد مفاوضات كما تعلم في هذا التوقيت وبالتالي الإدارة الأمريكية الآن تسجل مواقف مباشرة أنها وصلت إلى نسبة معينة من التوافقات دون أن يتوافر شيء تنقد الوزير مع نفسه حينما قال أن الأمر مرتبط بتوافر الإرادة السياسية للترافين هذا معناه أن الولايات المتحدة لن تضغط في هذا التجائزة توفرة الإرادة للترافين يمكن العمل في هذا السياق لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية لديها جديد أن تطرحهم الخارجية الأمريكية ليست معنية بالملف التفاصيل لدى الاستغبارات المركزية يعني بلينكين ليس ملما بكل التفاصيل هو تحدث عن أطر عامة موقف دبلوماسي أكثر منه موقف محدد بالنسبة للمفاوضات أنا أعتقد أنه هو تسجيل موقف للمواقف التي يمكن أن يتم في إدارة حكم القطاع لأنه أتحدث عن مستقبليات تحدث عن اليوم الثاني والثالث في غزة وبالتالي استطبق الأحداث وكأنه لا يوجد ما يشير إلى إمكانية إحداث خروقات فيما تبقى أنت أمام خمسة أسابيع من إجراء الانتخابات الأمريكية بلينكين راحل من الإدارة بطبيعة الحال وبطبيعة الحال الشراكة المصالة الأمريكية تمضي في سياقتها ما بين الدولتين في إطار السنائي وهو الأمر المهم الآن بالنسبة للإدارة الأمريكية طيب بشكل عام يا دكتور طارق هل هناك هل نستطيع أن نقول أنه ثمت موقفا أمريكيا تجاه وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور فلاديلفيا هل نستطيع أن نقول هذه الجملة يعني لا نستطيع أن نقول أن الإدارة الأمريكية طبعا متوافقة على هذا الإطار لكن هم أبدوا مواقب بدرورة الانسحاب الموقف الأمريكي يميل بطبيعة الحال إلى الموقف المصري ويتبنى للأمانة تقتضي أن نقول في دعوة إلى هذا على الأقل في المستوى الدبلوماسي لكن مطلوب أن نترجم الأقوال إلى أفعال الإدارة الأمريكية إذا أرادت أن تضغط على إسرائيل في هذا الملف وفي ملف الممرات يمكن أن تنجز شيء يتحقق على أرض الواقع حتى الرهائن أو المحتجزين الأمريكان لم تستطع هذه الإدارة خروجهم في إطار صفقة يمكن أن تتم مع حماس الاعتبارات كثيرة وبالتالي الإدارة تفتقد العزيمة بالفعل فيه على الأقل للوصول إلى حد الأدنى من التوافقات حتى في صفقة جزئية يعني الإدارة الأمريكية في مراحل معينة من زعيدة أسابيع طرحت فكرة الاتفاق الجزء الاتفاق المرحلي بالنسبة للملفات الرئيسة ومع ذلك لم تتجاوب الحكومة الإسرائيلية من قريب أو من بعيد وبالتالي تقرر الخطاب الأمريكي بصورة أو بأخرى بدرورة الانسحابات دون أن تملك الإدارة أي ترضيات برغم أن هذه الإدارة كما تعلم قدمت حضرتك في هذا الإطار 20 مليار دولار للجانب الإسرائيلي و3.5 مليار من المنظمات الطوعية لأساليب إجرائية وترضيها للجانب الإسرائيلي دفعوا لهذا وأيضا مررت صفقات الأسلحة بلينكين هذا هو من وقع صفقات السلاح بالمناسبة في إطار الأمر الفيدرالي اللي هي الطوارئ وليس وزير الدفاع فأنت تتعامل مع واقع إذا أرادت الإدارة الأمريكية خيرا فكان لو ممكن أن تضغط في هذا الإطار الوقت يمر ونجح نتنياهو ببراعة أن يصل إلى شراء الوقت مع هذه الإدارة الأمريكية التي افتقدت الأليات والتأثير المباشر في هذا الإطار هو بطبيعة الحال سجل موقف للوسطاء الرئيسيين مصر وقطر وأنه بيبذلوا مجهودات كبيرة في هذا الإطار وهذا أمر طبيعي مصر تشارك أعمالية الوساطة والاتصالات مع كافة الأطراف إذا توافرت الإرادة يمكن العمل على مرحلة تالية بمنتهى الإجاز في هذه النقطة دكتور طارق لأن لدي سؤال آخر حين تقول حاضرتك أن لم تتوفر الإرادة للأمريكان أن يقوموا بدغط حقيقي على إسرائيل حتى في إخراج مواطنيهم هذا بسبب ضعف هذه الإدارة الأمريكية أم قوة حكومة تنياهو برأيك لا أضاف الإدارة بطبيعة الحالة الإدارة الأمريكية تعاملت بحلول جزئية وحلول مرحلية ولم تكن لديها بالفعل القوة السياسية التي تستطيع أن تضغط برغم أنها تمتلك أدوات كثيرة بالمناسبة لكنها تبع تنصف حل وشيء بخيار في التعامل مع حكومة تنياهو مما شجع هذه الحكومة على المضي في نهجها بصورة أو بأخر السؤال الأخير يا دكتور طارق الوزير الخارجية المصري كان حريصا للغاية في المؤتمر الصحفية أن يؤكد وأن ينظر إلى أنتروي بلينكين ويسجل للجميع يعني أن القاهرة لن تقبل أبدا بالحياد عما كانت عليه الحدود الشرقية قبل السابع من أكتوبر هذا أمر غير قابل للنقاش ما هي التبعات هذا التصريح أمام بلينكين؟ أنا في تأديري أن الوزير بدر أراد أن يسجل موقفا مصريا محددا في هذا الإطار ألفاظ بدر كانت منضبطة للغاية فيما يقوله تسجيلا للموقف المصري في هذا الإطار مصر لن تقبل بنصر حل وشيء بخيار ولن تقبل بوجود إسرائيلي في هذه المناطق بصرف النظر عن هذا مع إدراك القاهرة أن إسرائيل تناور في إطار تحسين شروط التفاوض لأنه في النهاية ستخرج إسرائيل من ممر صلاح الدين هذا أمر منتهي بصرف النظر عن الإجراءات التي تكون بها إسرائيل سواء في الإجراءات سواء رصف الطرق سواء بفتح ممرة ديفيت المجاور لمعبر رفح أو غيرهم هذه أمور محددة والوزير كان محقا وكان بارعا في اختيار الفاظ في هذا الإطار تسجيل موقف للإدارة الأمريكية وحدك تعلم أن الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة شريك في معاهدة السلام ليس مجرد وسطاء هم موقعين قارتر موقع بجانب السادات ومنح بيجن وبالتالي في مسئولية محددة أبرزها الوزير بدر أمام الوزير الأمريكي كي لا تكون هناك مراوغات في هذا وهي الرسالة موجهة للولايات المتحدة موجهة لإسرائيل في نفس التوقيت أعتقد براعا بالوزير أن يقول هذا في هذا التوقيت لتسجيل موقف لا يحتمل أن يتم تأويله بصورة أمور أشكرك دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة شكرا لحضرتك